يوم الخميس المقبل سيتوجه رئيس الموساد على رأس وفد إسرائيلي إلى الدوحة للعودة إلى المفاوضات موقف وزير الدفاع الإسرائيلي والجيش والأجهزة الأمنية برمتها في إسرائيل بأن الصفقة ناضجة ويمكن الذهاب فورا إلى صفقة لتبادل الأسرة مع حماس بثلاث مراحل تماما كما كان العرض الذي روجه الرئيس بايدن وهو العرض الإسرائيلي المشهور وبالتالي ما يتحدث عنه نتنياهو الآن هو ربما محاولة لتخفيف وطأة الغضب داخل إسرائيل الشارع الإسرائيلي عائلات الأسرة خلافا ربما لممثل أو ممثلين ممن وافقوا على الذهاب مع نتنياهو جلهم رفض الذهاب معه إلى واشنطن أرادوا أن تكون الصفقة قبل الزيارة عمليا ولهذا هو يحاول ربما أن يقول بأنه يعمل من واشنطن على إتمام هذه الصفقة السؤال هل سيعلن من هناك من واشنطن عن التقدم الدراماتيكي في هذه الصفقة أم لا في كل الأحوال التقديرات لدى المراقبين بأنه لا يوجد تغييرات دراماتيكية في الموقف الإسرائيلي إلا إذا تراجع نتنياهو عن الشروط الأربعة وأحد الشروط الأربعة التي ساقها بعد موافقة حماس الأخيرة ونقصد بذلك الانسحاب من محور فيليدلفي ومحور نتساريم لأنه أضاف هذا الموضوع علما أن العرض الأصلي الإسرائيلي صيغة في مايو الماضي لم تكن إسرائيل أصلا تحتل معبر رفح ومحور فيليدلفي على حدود مصر ولهذا استطاع أن يضيف هذا الشرط إذا تراجع نتنياهو عن هذا الموضوع بهذا المعنى يمكن الحديث عن التقدم قد يكون وقد يفضل أن يكون التقدم بعد الأحد المقبل لأن الكنيسة سيخرج في عطلة صيفية وعندها لا يستطيع سموترج وبنكفير أن يسقطى الحكومة عبر البرلمان في حجب تقاعنا ولكن إذا ما تم الإعلان عن ذلك السؤال بكل تأكيد لماذا يمكن أن يعلن نتنياهو عن ذلك هل سيحدد ذلك كيفية استقباله في الكونغرس مثلا هو الذي سيعطيه المؤشر في أي اتجاه يتحرك لا واضح الآن لبن يمين نتنياهو بأنه على الرغم بين مزدوجين من احتفاء اليمين في إسرائيل بانسحاب بايدن من الترشيح وما إلى ذلك بأن ذلك قد يكون مشكلة حقيقية تواجه نتنياهو في واشنطن ببساطة لأن الرئيس الأمريكي لم يعد الآن مكبلا بانتخابات أمريكية لا يعني كيف سيذهب الصوت اليهودي لصالح أم ضده في الانتخابات الأمريكية ولهذا قد يكون قادرا على خلع القفازات والذهاب إلى ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف الحرب ولصفقة تبادل هذا ما يخشاه نتنياهو وهذا ما قد يسمعه أيضا من كاميلا هاريس التي ستلتقي على حدة ليس لقاء مع بايدن وإنما لقاء منفصل أيضا مع كاميلا هاريس وسيسمع منها قضية ضرورة وقف الحرب والذهاب إلى صفقة تبادل بالإضافة إلى كلمات الدعم العادية أن أمريكا تقف مع إسرائيل في الحرب وما إلى ذلك ولكن هذا ما يخشاه نتنياهو ولهذا عمليا يحاول أن يناور في هذا الاتجاه في قضية صفقة التبادل لفت أيضا ما ذكرته صحيفة جروسلين بوس عن أن الجيش الإسرائيلي قد ينسحب مؤقتا من قطاع غزة تتحدث عن انسحاب من كامل القطاع ما الذي يقال حول هذه النقطة هل هي وقعية أصلا؟ الجيش يتردد إسرائيل لا تريد الانسحاب من مناطق معينة فبالتالي كيف ستنسحب من كامل القطاع؟ من قرأ المسودة ومن ثم أصبحت العرض الإسرائيلي الذي أعلنه بايدن هناك نص صريح بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع المناطق المأولة في قطاع غزة وبالتالي هذا ليس جديدا الجديد الذي أضيف من نتنياهو هو أن إسرائيل تريد أن تبقى في محور فليديلفي وهذه الآن نقطة الخلاف على العكس الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يعلنان صراحة بأن يمكن لإسرائيل الانسحاب من كامل قطاع غزة بما بذلك محور فليديلفي لصالح تطبيق الصفقة وإذا كان هناك أي إشكالية في تطبيق الصفقة الانتقال من المرحلة الثانية إلى الأولى عفوا إلى الثانية يمكن لإسرائيل أن تعاود القتال تماما كما تفعل الآن في الضفة الغربية المحتلة يمكن لها أن تدخل من أي مكان إلى أي مكان وبالتالي عمليا لا يرون في الجيش الإسرائيلي تحديدا أي إشكالية في هذا الموضوع ولكن نيتنياهو بسبب الضغوط من اليمين المتشدد أو المتطرف عمليا لا يجد سبيلا لإقناع الشركاء في الائتلاف بأنه يمكن الانسحاب من محور فليديلفي ومن محور نيتسارين في خطاع غزة شكرا جزيلا شكرا جزيلا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي كنت معنا من القطس